موسيقى 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 ننقش في هذه الحلقة بالبحث والتحليل دين الملفين موسيقى استعمال مستمر للفزاعة الكردية فما هي أطمع أردغان غير المعلنة في العراق والسورية موسيقى عشرات المسؤولين يغادرون الإدارة الأمريكية فما هي العلاقة بين قفزهم من سفينة ترامب وتحقيقات مولر موسيقى موسيقى مرحبا بكم فزاعة الأكراد ورقة يخرجها رجل طيب أردغان كلما انتهك الجيش التركي سيادة دول الجوار العراق وسوريا وبات توغل القوات التركية جزءا من سياسات أنقرة منذ سنوات مستغلة حالة الحرب في سوريا والفوضى الأمنية والسياسية في العراق صانع القرار التركي استخدم ورقة الأمن القومي لتبرير تدخلات المستمرة في شمال بلاد الرافدين وبلاد الشام في حين أن خطب أردغان الموجهة إلى أنصار لا تخفي تطلع رجل تركي القوي إلى إحياء أمجاد إمبراطورية تفككت منذ ما يقرب من قرن ما الذي يريده أردغان في سوريا والعراق وهل سيتوحد الأكراد مع الحكومات المركزية لمواجهة التدخل التركي وماذا عن موقف القوى الكبرى من التمدد التركي جنوبا وأخيرا ما هو صقف أطمع أردغان في المنطقة تكل برا وبحرا هذه الأسئلة وغيرها سوف أطرحها على ضيوف الجزء الأول من هذه الحلقة ولكن بعد هذا التقريب تتجاوز أنقرة مبدأ حسن الجوار وسيادة الدول التي ترتبط معها بحدود مشتركة فما بين تدخلات عسكرية وسياسية تعمل تركيا على تنفيذ أجندات خاصة في دول عربية تحت ذريعة حماية الأمن القومي التركي فالجدل لا يزال مستمرا حول تدخل العسكري التركي السافر في الأراضي السورية والعراقية تدخل تبرره تركيا باستهداف عناصر حزب العمال الكردستاني بالعراق وامتداده في الشمال السوري للحيلولة دون قيام دولة كردية على حدودها ورغم الرفض المتكرر والمعلن من حكومتين دمشق وبغداد للتدخلات العسكرية التركية لا تزال أنقرة ماضية في تنفيذ أهدافها بالقوة داخل الأراضي العربية الأمر الذي يمثل خرقا فاضحا لمواثيق الأمم المتحدة والخاصة باحترام سيادة الدول وعدم تجاوزها فعلى الجانب العراقي شن الجيش التركي ضربات جوية على مناطق تمركز مقاتل حزب العمال الكردستاني شمالية العراق وتهمت تركيا العراق بالعجز عن منع الإرهابيين من ممارسة أنشطتهم في أراضيها ما دفع السلطات العراقية لاستدعاء السفير التركي والتأكيد على أن الضربات التركية المتكررة تمتهك سيادة العراق وتعرض المدنيين للخطر أما على الساحة السورية فقد أعلنت أنقرة عزمها شن عملية عسكرية ضد وحدات حماية الشعب الكردية في مدينة منبج في الشمال السوري حيث دفعت تركيا بتعزيزات عسكرية إلى المناطق المتاخمة للحدود السورية والتي تنتشر على طولها نقاط مراقبة أمريكية الأمر الذي قد يؤشر إلى وقوع صدام بين القوات الأمريكية والتركية العضوين في حلف الناتو بدورها أعلنت وحدات حماية الشعب الكردية استعدادها للعمل مع الجيش السوري لحماية الحدود السورية وصد أي هجوم تركي محتمل ونفذت تركيا في الشمال السوري من قبل عملية درع الفراط وغصن الزيتون كما تطلق عليها لكنها لم تعبر نهر الفراط إلى الشرق تجنبا لمواجهة مع القوات الأمريكية التي تتعاون بدورها معها في إطار خريطة طريق في منبج صراعات وحروب تشنها تركيا على جباهات متعددة تحت ذريعة محاربة الإرهاب فإلى أي مدى تستطيع القوات التركية الغارقة في الصراعات مواصلة العمل على تحقيق حلم إعادة الأمجاد العثمانية ومن بغداد ينضم إلينا ألواء أحمد الشريف الخبير العسكري والاستراتيجي ومن واشنطن ينضم إلينا مايكل معلوف محلل السياسات الأمنية بالبنتاجون سابقا وأبدأ من بغداد شاتلواء هذه ليست أول مرة يتم فيها استدعاء السفير التركي للانتهاكات التي تقوم بها أنقرة في العراق إلى أي مدى تنظر إلى رد الفعل العراقي لما تقوم به تركيا في هذه البلد بسم الله الرحمن الرحيم لا زال رد الفعل العراقي دبلوماسيا لا يرتق إلى مستوى التحدي لا سيما أنه حتى إذا أخذنا بمعايير القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة فإن ما تقوم به تركيا اتجاه العراق هو عدوان وانتهاك لسيادة الدولة وإنشاء قواعد في داخل الدولة بعدم موافقة لا للرأي العام العراق ولا للحكومة العراقية وبالتالي هي تفرض واقع حال عبر التواجد العسكري لابتزاز القرار السياسي في العراق وهي تستثمر في مسألة الأزمة السياسية التي كانت جزءا منها الدور التركي الذي غذى ما يطلق عليه بالحلفاء المحليين إيمانا منها بإمضاء ما يطلق عليه بميثاق ملة أو الميثاق الوطني الذي أقرته تركيا عام 1920 والذي تحدث عن أن الإسلام العثماني وإن اختلفت الحدود ولكن تبقى كل الدول التي كانت تحت الوصاية العثمانية يجب أن تبقى مجالا حيويا لتركيا وإن انكفأت إلى الداخل بعد ما حصل في فترة كمالة ترك كذلك هي تتحدث عن عمق استراتيجي وتتحدث عن مجال حيوي لا زالت تمسك به بأبعاده الاعتبارية بوصفها الوصية على المسلمين وهذا إرث الدولة العثمانية فضلا عن أنها تتحدث عن مصادر الطاقة ومعابر الطاقة كاستحقاق لثروة وبالتحديد خط البترول الذي يربط الموصل كاركوك بحلب وهذه بالحقيقة لو أسقطناها على أرض الواقع نجدها مجالا لنشاط عسكري وإن كان في فترة ما القاعدة ومن بعدها داعش ولكنه كان برعاية مباشرة من تركيا أذهب بهذه النقطة إلى واشنطن سيد مايكل المبررات التركية تتحدث عن الأمن القومي لتركيا إلى أي مدى هذه المبررات مقنعة للولايات المتحدة لما تقوم به تركيا إن كان في سوريا أو في العراق في الولايات المتحدة فإن شرق سوريا محتل بشكل غير قانوني وهذا لكي يتم تقسيم سوريا وأيضا إلى وضع السونيين في منطقة الشرق من نهر الفرات وهذا أيضا لكي يجدون لأنفسها المكانا في تركيا من أجل منع إيران من أن تتوسع في نفوزها في الشرق الأوسط وفي شمال المتوسط فإن الاحتلال الموجود في شرق سوريا فالغرض منه هو القضاء على الكرد الموجودين في هذه المنطقة أيضا إن الأتراك لا يحبون هذا التواجد وهم يتحدثون عن الإمبراطورية العثمانية وهذا لقد شاهدنا الخارطة التي وضعتها تركيا من أجل التوسع في المنطقة الشرق الأوسط وهذا هو هدفهم هذه هي استراتيجياتهم إنهم يريدون نسيلك النفط ومن المناطق التي يسيطر عليها على أقراض وهي لها أطماع أيضا سياسية بدءا من وضع الضغط على الأقراض في شمال العراق والشمال الشرقي لسوريا إن الولايات المتحدة موجودة بين شقيرها هنا وهي مهددة لأنه يمكن أن يتم الهجوم عليها من هؤلاء الذين يعملون مع الأقراض هو أيضا خطر من تنفيذ هذه القرارات أيضا أعود مرة أخرى إلى بغداد سيدة لواء هذه الردود التي تأتي من بغداد على الانتهاكات التركية أخيرا هي متعلقة بالاختراق الجوي والقيم بعد عامة ولكن هناك أيضا منطقة بعشيقة وبها أيضا جنود أو بها كتيبة موجودة من الأتراك ولا يتم الحديث حول هذه النقطة ولا أيضا الحديث على مشكلة المياه التي أصبحت مشكلة كبيرة الآن في العراق بالحقيقة نعم السلوب لأردوغان في إدارة الأزمة أقليميا يدلل على أنه يرغب بالتمدد فيما يتعلق بالعمق استراتيجي وهو يناور تارة في حرب طاقة وتارة أخرى في حرب مياه وليست بعيدة عن مشروع البيس بايبلاين خطوط أو أنابيب السلام التي تحدث فيها عن قطع أو إيقاف روافد نهري دجلة والفرات في سوريا والعراق وتحويلها إلى أنابيب لتصدير المياه أما إلى الخليج أو إلى إسرائيل وهي بالحقيقة وإن تحدث عن الخليج هو كان يتحدث عن نقل المياه إلى إسرائيل وفيما يتعلق بالأمن القومي علينا أن نوضح حقيقة أن بالوقت الذي تتحدث تركيا عن قدسية أمنها القومي هي تنتهيك أمن وسيادة دولتي العراق والسوريا فضلا عن أنها تهدد العمق استراتيجي العربي لأنها تمكد وصولا في التهديد إلى مصر وعدما نتحدث عن مصر نتحدث عن أن أي استهداف لمصر هو استهداف لمشاعر المسلمين والعرب لأن مصر تمثل عنقا استراتيجيا إسلاميا وعنقا استراتيجيا عربيا مع الأخذ بنظر الاعتبار الاختلاف في الهويات الفرعية للمسلمين سواء كانوا سنة أو شيعة يجمعون على قدسية مصر الدولة والشعب والأزهر الشريف وكذلك الجيش المصري فمن الأمس استهدفت مصر ومصر ليست خط تماس ولا تهدد الأمن القوام التركية ولكنها استهدفت وبالتالي الاستهداف الذي هو تمدد باتجاه سوريا والعراق هو استهدافا يدلل على أنه مشروع أثمنت الشرق الأوسط لا زال عالق في ذهنية أردوغان وحينما اشتاح عفرين من بعدها ذهب باتجاه السيطرة على السلطة والالتفاف على النظام الديمقراطي في تركيا ليحول النظام إلى النظام الرئاسي ويستطيع أن يجري تغييرا دستوريا حتى يصبح قرار الحرب بيده ثم يناور من أجل تنفيذ مشروع التوسعي ولذلك اليوم إذا تحدثنا عن الكرد هو بالحقيقة قوات قصر ليست كردية فقط وإنما هويتها تكاد تكون سورية لأنه يشترك فيها عرب ويشترك فيها كرد وهي بالحقيقة حراك لنشاط ما يطلق عليه بالحلفاء المحليين هؤلاء الحلفاء المحليين يرون أن الامتداد والعمق الاستراتيجي العربي هو الضامن لعدم تقسيم سوريا فضلا عن العمق الاستراتيجي الدولي ممثلا بالولايات المتحدة هو الجهد الساند القادر على الارتقاء في قدراتهم القتالية لتحقيق التكافؤ في مسألة المواجهة والاشتباك مع دولة ترغب في التمدد على حساب سيادتهم وعلى حساب أراضيهم أما النظام السياسي في سوريا فهو يفترض أن يقرر من قبل الشعب السوري فدراليا كان مركزيا أم غير مركزي هذا قرار يفترض أن يترك إلى الشعب التركي والشعب التركي هو الذي يقرر هل سيقيم فدراليا إلى الأكراد السوريين أم لا لأن حينما نتحدث عن كرد نحن نتحدث عن الهوية الوطنية السورية وبالتالي المعادلة باتت واضحة جدا للرأي العام وأن العملية التي ترغب تركيا في الدخول فيها هي لأن هذه الفعاليات المسلودة من الإرادة الدولية من التحالف الدولي وبالتحديد الولايات المتحدة ومن العمق استراتيجي العربي الذي على رأسه التضامن السعودي المصري الإماراتي هو لتشكيل خاصة لطموحات غير مشروعة ترغب بالتمدد على حساب الأمن القوم العربي فإذا كان الأمن القومي التركي مقدس فمن المقابل أيضا الأمن القوم العربي والإسلامي أيضا مقدس وله وسائل الرد وله حق الرد أيضا بموجب القانون الدولي وموجب العراف سنعود إلى وسائل الرد وحقه الرد ولكن الأدب إلى سيد مايكل في واشنطن بعض التقارير تحدثت على أن الولايات المتحدة تغض الطرف عن ما تقوم به تركيا إن كان في سوريا أو في العراق في مقابل أن لا يكون مكان تركيا إيران أي تقف تركيا في وجه إيران في هتين الدولتين أعتقد أنه من المعقد جدا أن تكون الديناميات الاستراتيجية يمكن فهمها في هذا الإطار تركيا تحاول التقرب بشكل أكبر إلى الحدود الإيرانية ولكنها لا تمثل جميع الأطراف السنية المعتدلة وبالنظر إلى إيران فهي لا تمثل جميع الشيعيين في العالم ولكنهم يحاولون إلى إحلال الهدوء في الشرق الأوسط ولكن السياسات الأجنبية التركية التي وضعتها تركيا تمثل بشكل كبير كل القصص التي يقدمها بوتين حول حمايته لنظام الأسد وأيضا الحدث الذي حدثت لكاشوغي أيضا يعد من الأمور الفاضحة التي حدثت تجاه شخصا يدعم النظام الإيراني وكان على السعودية أن تكون أكثر عقلانية وأكثر تفتحان وشفافية أمام العالم ووجود هذا الاحتلال في شرق سوريا آخر ما حدث هو المكالمة التلفونية التي تمت بين الرئيس ترامب والرئيس التركي وكان الحديث حول منطقة شمال سوريا وكأن تركيا تنتظر الضوء الأخضر كي تبدأ هذه العملية التي تحدثت عنها وفي المقابل أيضا بما تقوم به في العراق هل يمكن للولايات المتحدة أن توافق لتركيا على هذه العملية العسكرية المرتقبة؟ هذا سؤال هام حتى الآن الولايات المتحدة الأمريكية كانت ناجحة في العمل بشكل سياسي حيث أنها لا تريد أن تكون في حرب مع عضوين من أعضاء الناتو ولكنها تريد أن تتجنب بالفعل هجمات الأكراد إذا كانت هي موجودة في هذا المكان ولذلك فهي تدفع أعتقد أن المسؤولين الأمريكيين والتركيين يتحدثون في الخلفية حول أمور على الطاوية حول ما إذا كانت تركيا سوف تهاجم الأكراد أم لا وسوف تستمر في تصعود العنف في المنطقة ولكن بذلك إذا حدث ذلك فسوف يتعثر النفوذ الأمريكي في المنطقة أيضا ككل وأيضا لقد شاهدنا أن هناك تغيرات دينامية في الشرق الأوسط قراء الإنفاضات التي حدثت في 2011 خاصة في سوريا وخاصة لأن إيران وسعت من نفوذها هناك وهذا ليس بالكامل غير متوافق مع الاستراتيجيات التي وضعها الجميع للمنطقة ولكنني أرى أنه لابد أن يكون هناك لأعتقد أن التقارب ما بين إيران وتركيا قد يكون منذرا بشيء وأن الأمور التي تحدث ما بين تركيا والولايات المتحدة أمر هام لرضع هذه الأمور أعود إلى بغداد سيدة الشريف في إجابتك السابقة تحدثت بوضوح وبدقة عن الأطماع التركية إن كان في سوريا أو في العراق أو في المنطقة ككل ولكن لا نرى خطة لمواجهة ذلك إن كان عراقيا أو سوريا هل لحظت أي مواجهة لهذه الخطط وهذه التخطيطات التي تتم لسوريا والعراق وبالحقيقة الحرب لا تقتصر على حرب حدود وتقرأ من الزاوية التعبوية والعسكرية وإنما الخطورة تكمل في الزاوية السياسية استطاعت تركيا بل حتى إيران استطاعت أن تبني منظومة حلفاء محليين وهؤلاء الحلفاء المحليين استطاعوا أن يخترقوا المنتظم السياسي وبالتالي انتقلت دائرة الصراع من أبعادها العسكرية الحدودية إلى الصراع ما يطلق علي بالحلفاء المحليين واليوم حتى تعثر تشكيل الحكومة العراقية وبالتحديد فيما يتعلق بوزارتي الدفاع والداخلية هي جزء لا يتجزأ من هذا الصراع السياسي ذات البعد العسكري وبالتالي الولايات المتحدة قد تفرض واقع حال بيدانيا على مستوى ضبط الحدود سواء كان الحدود العراقية السورية في منطقة التنف بشكل أو بآخر قطع التواصل لحلفاء إيران بين سوريا وبين العراق هي أيضا تعمل في ذات الوقت على مسك الحدود بين تركيا وبين سوريا لإيقاف توسع محتمل تركي أي بمعنى أن خط الصد الآن الذي تعمل على إنشائه الولايات المتحدة هو لإيقاف التمدد التركي الإيراني اتجاه كل من سوريا والعراق وهذه بالحقيقة ستدفعنا إلى حرب أبعد بكثير من الحرب التعبوية عسكريا إلى الحرب السياسية عبر صراع الحلفاء المحليين وهم حاضرون في المشهد السياسي في العراق وفي مستقبل المنتظم السياسي في سوريا وما سيقول إليه النظام السياسي في سوريا وسيزداد الوضع تعقيدا لأن هناك فارق كبير جدا في القرار العسكري في قرار الحرب وفي القرار السياسي وما يتعلق بإدارة الأزمة فنعم الولايات المتحدة في حالة مأزق المأزق الأكبر هو المأزق الذي تعيش شعوب هذه المنطقة التي باتت مسرح لصراعات التوازنات الإقليمية ودولية تسحق تحت أقدامها إرادة شعب يحلم في بلاد آمنة مستقرة وكل شعوب العالم ربما باتت تحلم بالرفاه والإزدهار إلا مناطقنا التي عبثت بها الصراعات الإقليمية والدولية فتنا نحلم بالكرامة ولذلك أنا الأوان بالحقيقة إلى أن يصار إلى التشخيص الدقيق حتى نوجد معالجة دقيقة للمرحلة القادمة لأنها مرحلة غاية في الخطورة نعم سيد مايك لأعود إليك مرة أخرى في واشنطن ما الذي يمكن أن تقدم الولايات المتحدة للأكراد في هذه المنطقة في هذه الفترة تحديدا خاصة بعد تصريح الرئيس الأمريكي بأنه دائما يدعم حلفاءه ويقف جنب حلفاءه ولا يفرد فيهم كما كان يحدث في السابق هذا سيكون السؤال المطروح الولايات المتحدة عمرها لم تتخلى عن أي من حلفائها فهي مع الكرد منذ فترة وهي معهم حتى الآن ولكن هناك أزمة أخرى بين تركيا وبين الولايات المتحدة لأن تركيا تريد أن تتحرك تجاه الأكراد وقد تعمق من الصراع في المنطقة ومع ذلك مع وجود أيضا لقات المسلحة الأمريكية إن روسيا أيضا تدعم الأكراد وهي أيضا ترى أنها لابد أن تعمل مع تركيا ولا تريد تدخل الولايات المتحدة في المنطقة لذلك أعتقد أن في كل الأحوال ستستمر روسيا في دعم أطمع تركيا وسوف يؤثر ذلك على الأكراد في النهاية ولكن على الولايات المتحدة أن تستمر في دعمها للأكراد وسوف يكون هذا الاحتلال موجود في الشمال الشرقي لسوريا بزء من السياسات الأجنبية للولايات المتحدة في هذه المنطقة وبالنهاية تريد الولايات المتحدة عدم تقسيم سوريا لذلك مرة أخرى هذا يطرح أن الصراع سيستمر ليس فقط تجاه تركيا ولكن أيضا تجاه إيران والعراق وتركيا لم تضع الولايات المتحدة إلى الحرب مع إيران أو روسيا فإن نظام الأسد ما زالت زدو سيادة والولايات المتحدة بالأساس تضع نفسها هناك كخط رضع من أجل رضع التوسع الإيراني في شمال الأوساط سيد مايل كيف نفهم كلمة العلاقة الاستراتيجية بين أنقرة وواشنطن في ضل كل هذه التجاذبات وأيضا العلاقات التي توصف ما بين موسكو وبين أنقرة بأنها القوية جدا في هذه المرحلة إذن كيف نفهم استراتيجية العلاقة ما بين أنقرة وواشنطن إنها مطاطع لحد الماء فتركيا ما زالت توسع باتجاه الشارق وهذا التدخل يعد جزء من البدائل الحرب المقودة هناك وقد يصبح هذا الجزء من الشرق في العالم بمثابة منطقة المعارك وتحول الولايات المتحدة بشكل أحادي أن تمنع حدوث ذلك كنتيجة لتدخل الإيراني والتركي والإيراني والصيني والذي يحول دون استقرار المنطقة في الشرق ولكن النظام في الغرب لا يريد لذلك توسع أن يحدث حتى أن هناك حجم حول الدولار الأمريكي حتى أن الياباني يريد أن يكتسح التجارة العالمية حتى أن تركيا أصبحت لا تريد الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وتخلط عن هذا الهدف ولكن الآن فإنها تتحول ناحية الشرق وهذا قد يحدث صراعا محتملا في هذه المنطقة وسوف تكون روسيا هي أحد أسباب هذا هذا أسرع لأنها أيضا طرف في حلف شمال الأطلسي النيتو وأمريكا لا تريد أن تكون هناك حرب بين الطرفين فيها التحالف أذهب إلى بغداد سريعا ستلو الشريفي هل كان لتركيا أي دور في تعامل بغداد مع داعش وانتصارها في العديد من المعارك إن كان سابقا أو حاليا نعم بالحقيقة كان لها دور ولكن كان دور سلبي لأنه من كان يعزز خطوط الدعم اللوجستي لداعش هي كانت الحدود التركية العراقية والحقيقة معظم قيادات داعش تسللت عبر الحدود التركية والبعض منهم كان يتخذ تركيا ملاذا إذا اشتد عليه القتال وأصبح الضغط في الميدان غير محتمل يلجأ إلى تركيا سواء كان في الميدان السوري أو في الميدان العراقي تركيا تمردت على منظومة التحالفات الأمريكية ويفترض أن تكون ملتزمة لأنها حينما تهدد أمن بقية الشركاء والحلفاء للولايات المتحدة هي تصنف ضمن منظومة التحالفات حتى الدولية بأنها متمردة على الإطار العام لهذا التحالف حينما هددت أمن الحلفاء في الخليج وأمن مصر بالتحديد بشكل أو بآخر عد استهدافا للولايات المتحدة ونفوذها في المنطقة عبر منظومة التحالفات تركيا تستهدف العراق والعراق هو بموجب القانون الدولي حليفا استراتيجيا عبر اتطار استراتيجي واتفاقية أمنية لم تقتصر فقط على الاستهداف السياسي وإنما العسكري اجتاحت وأنشأت قواعد وهي الآن ترفض الانسحاب بذريعة أنها جاءت بطلب حكومي والحكومة تنفي ذلك أي بمعنى أن الضريعة غير قابلة للتسويق لا بموجب القانون الدولي ولا بموجب حتى الأعراف في العلاقات الدولية شكرا لأحمد الشريفي المنطقة والكبير العسكري والاستراتيجي كنت معنا من بغداد شكرا لك ومن واشنطن الشكر موصول إلى السيدة مايك المعلوف محلل السياسات الأمنية بالفنتاجون سابقا كان معنا من واشنطن مشاهدين متواصلون معكم في وراء الحدث ونتابع بعد الفاصل تغييرات وساعة تطالوا مسؤول البيت الأبيض فما هي الأسباب الكامنة الفها مرحبا بكم استقالات وإقالات متتالية لستة وثلاثين مسؤولا في الإدارة الأمريكية آخرهم كبير موظف البيت الأبيض ووزير الداخلية ومن بين المغادرين أفراد حصبوا على الدائرة المغلقة لدونالد ترامب وعائلته ومنذ الشهر الأول لوصول ترامب إلى البيت الأبيض بدأ مسلسل الاستقالات مع اختلاف الحيثيات وكان لدخول روبرت مولر المحقق الخاص في مزاعم التدخل الروسي خلال الانتخابات الرئاسية الماضية إلى المشهد تأثير دراماتيكي أدى إلى وضع مقربين من ترامب تحت مجهر التحقيقات التي زجت بمحاميه ومدير حملة الانتخابية إلى السجن فإلى أي مدى ترتبط حملة الاستقالات أو الإقالات بتحقيقات مولر وهل عام 2019 ستكون عظيمة كما يتوقع ترامب أم تكون سنة حساب يتحضر المحقق الأمريكي مولر للكشف عنه وكيف سيكون موقف الدولة العميقة في الولايات المتحدة إذا داق الخناق على ترامب فهذه الأسئلة وغيرها سوف أطرحها على ضيوف الجزء الأخير من هذه الحلقة ولكن بعد هذا التقرير موجة تغييرات في الإدارات الأمريكية هي الأكبر في تاريخ الرؤساء الأمريكيين منذ عقود طويلة 36 مسؤولا تقدموا باستقالتهم أو تمت الإطاحة بهم خلال عامين منذ دخول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب البيت الأبيض ويرى البعض أن فوضى التغييرات التي تشهدها الإدارة الأمريكية تستهدف بالدرجة الأولى إحكام المقربين من الرئيس الأمريكي السيطرة على البيت الأبيض وإخماد أي أصوات معارضة لنهج الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة المثير للجدل بتغريداته وسياساته في حين يرى آخرون أن هذه التغييرات ترتبط ارتباطا وثيقا بالتحقيق الواسع النطاق للمدعي الخاص روبرت مولر حول العلاقات المفترضة بين موسكو وفريق حملة ترامب حيث يحاول عدد من المسؤولين القفزة من سفينة ترامب قبل غرقها ورغم تشكيك ترامب المستمر في نزاهة مولر وتنديده بما أسمى حملة اضطهاد من الخصوم لم يسبق ربما لمولر أن رد على الهجمات الرئاسية لكن جوابه يمكن أن يصل عام 2019 من خلال وثائق قضائية بعد تقدم تحقيقاته التي زجت باثنين من رجاله المقربين إلى السجن وهما محاميه مايكل كوهين ومدير حملته الانتخابية بول مانافورت أما بين مشاكل قضائية للرئيس الأمريكي تزداد تعقيدا يوما بعد يوم واتهامات تلاحق أعضاء حملة الانتخابية وإخفاقات على الصعيد الداخلي في القيام بأي إصلاح تشريعي وافتعال أزمات مع حلفاء واشنطن التاريخيين باتت الشكوك تحيط بمستقبل ترامب السياسي في حين ورغم كل هذه التحديات يتباه الرئيس الأمريكي بما أنجزه عام 2018 معتبرا أن كل شيء يسير وفق ما يتطلع إليه لتسبح أمريكا عظيمة مجددا اشتركوا في القناة ومن واشنطن ينضم إلينا المحلل السياسي والاستراتيجي قادم الوائلي ومن نورث كارولينا ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي ماك شرقاوي أبدأ معك السيد ماك يعني برأيك لماذا كل هذه الاستقالات التي إذا حسبت على المدة التي حكم فيها الرئيس ترامب فسيكون المعدل شهريا حتى كبيرا قطعا عدد الاستقالات أو الاقالات التي تمت في إدارة الرئيس دونالد ترامب في خلال عامين بتهيئة لعدة مسئلتها في إدارتين أمريكيتين سابقتين فما يحدث الآن له تفسيرين التفسير الأول أن الناس يقفزوا من السفينة عندما السفينة تغرق والسبب الآخر أنه أساء الاختيار فآخر المقالين السيد راين زينكي موجه له تقريبا 17 تحقيق في مخالفات مالية عن سفريات وعن علاقات وعن شركات استغل فيها سلطته وأيضا آخر القافزين من السفينة أشاهد جيمس كيلي وهو كان وزير الأند الداخلي من قبل وتم تعيينه رئيس كبير موظف في البيت الأبيض وهو منصب خطير في إدارة الرئيس دونالد ترامب نجد أن هناك خلافات كثيرة بالتأكيد لا يستطيع السيطرة على الرئيس دونالد ترامب وعلى تغريداته وعلى تغريده خارج السرب موفقا للسياسات الإدارة وسياسات دواء صنع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية فأعتقد أن هذه الاستقالات أو الإقالات تعطيني أنا مؤشر فشل إدارة الرئيس ترامب وأيضا الكثير يعتذر عن منصب كبير موظف في البيت الأبيض أكثر من شخصية سياسية رفضت هذا المنصب بالتأكيد لأن الجميع ينتظر الآن بعدما تم تضييق الخناق على إدارة الرئيس ترامب فالرئيس ترامب ليس فقط تحت التحقيقات في فقط موضوع تدخل الروس في الانتخابات الرئيسية أن هناك أيضا ستة تحقيقات أخرى الحملة الانتخابية تحقيقات في الفترة الانتقالية لنقل السلطة وتحقيقات في لجنة التنصيب حفلة التنصيب وأيضا تحقيقات مع إدارته وعضاء الحملة من الشقة الجنائي وجرائم فراد النصب وجرائم خرق القانون في العملية الانتخابية التي وجهت فيها اتهامات جنائية إلى محامية سيد مايك كوهين وأيضا وجهت اتهامات جنائية إلى سيد بول مانافورت وأخيرا تحقيقات أيضا في شركاته وأعماله التجارية وتحقيقات أيضا في جمعياته الخيرية يعني ترامب فاونديشن فبالتأكيد هناك لغة كبيرة سياسية وقانونية حول شخص الرئيس دونالد ترامب وإدارته بالتأكيد يمكن أن يكون سبب أن يقفز الكثير من السفينة قبل أن تغرق طيب أدب إلى واشنطن سيد كاظم نبدأ أولا بالإقالات البعض يتحدث على أنه إذا كانت تمت هذه الإقالات إذا الإختيار من البداية من الرئيس ترامب فهو خاطل أنه يتحمل من يقوم باختياره هل تتفق مع هذه الرؤية بالنسبة للإقالات وسنبدأ بعد ذلك في الاستقالات نعم مساء الخير هي كانت الاستقالات أكثر من الإقالات نعم كان الرئيس ترامب هو حتى إدارته وإدارته إلى الوضع في البيت الأبيض يعتمد على العلاقات الشخصية يعني الذين جاءوا معه عندما استلام الرئاسة كانوا جزء منهم جزء الكثير منهم هم أصدقاء وهم يعملون كانوا في مؤسساته التجارية وفي فنادقه في نيويورك ولذلك وجاء بهم هناك افتقار للجانب السياسي والخبرة السياسية في إدارة ترامب وبالذات كبار موظفي حتى جان كيلي الرجل ليس بالسياسي هو جنرال بالمارينز والمارينز هم معروفين أنهم بعيدين عن السياسة وبعيدين عن الدبلوماسية يعني هم ناس شديدين بالقتال فكانت الإدارة نعم إدارة ربما ضعيفة وإدارة ضعيفة بأركانها وموظفيها ولكن رأسة وإدارة الرئيس ترامب هي تبرهن على النجاح والقفزة الاقتصادية التي تشهدها أمريكا داخليا كل هذه الأمور التي تعصف بالبيت الأبيض وإدارة الرئيس ترامب هي أمور تعتبر بسيطة يعني إذا أخذناها بمنظور قانوني هي بسيطة إلا اللهم إذا أراد الكونغرس أن يفتح يعني تحقيقات أكبر من هذا التحقيق وهي التحقيقات تحقيقات علاقة ترامب مع روسيا وعلاقة روسيا أيضا مع الحملة الانتخابية إلى ترامب إلى هذا الوضع ستصل إلى الخيانة العظمى ولكن لحد الآن هي كلها التحامات أخلاقية ولكن سيد قادم هل تعتقد أن الكونغرس خلال العام القادم لن يفتح هذا الملف أنا متأكد أنه سيفتحه لأن الكونغرس في العام في السنة المقبلة وهي بعد تقريبا بعض أيام سيكون المجوريتي أو الأغلبية هي الديمقراطية وهذا ما يريدون وبالذات إذا استلمت الرئاسة رئاسة البرلمان أو الكونغرس نانسي بلوسي سوف لن تكون رحيمة ورقيقة أو تتعامل برفق مع ترامب ونحن نعرف العلاقات الشخصية بينها وبين ترامب هي شبه العداوة ولكن أنا أعتقد حتى هذه الإجراءات ستأخذ سنتين أو ثلاث ولدينا نحن سنتين إلى إدارة ترامب ومن بعدها ستكون الحملة الانتخابية نعم طيب أعود إليك يا سيد مك ولكن في مقابل ما ذكرت عن هذه القضايا وهذه المشاكل الداخلية داخل البيت الأبيض بالفعل هناك من يتحدث على ما قام به الرئيس ترامب من تقدم اقتصادي وارتفاع العديد من المعدلات أو المؤشرات الاقتصادية في الولايات المتحدة السياسة الخارجية في المجمل بغض النظر عن التفاصيل الولايات المتحدة أصبح لها أو عاد لها دور في العديد من الملفات الهمة فإذا هذه أو ما يحدث في البيت الأبيض ليس له تأثير كبير على السياسة الخارجية الأمريكية أو الداخلية أعتقد يمكن من الجالب الاقتصادي يعني أكون متفق معك ومع ضيفك الكريم ولكن طبعا ليس بالكامل له الفضل في ذلك الأمر لأن تحسين الاقتصاد لا يأتي أبدا بعام وعامين نعم 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 منذ الأزمة الاقتصادية الطاحنة وأزمة في 2007 إلى أن استلم الرئيس دونالد ترامب نعم نعطيه بالتأكيد بعض الفضل في هذا ولكن في السياسة الخارجية اسمح لي أن أعترض فقد خرج بنا الرئيس دونالد ترامب من اعتبار الولايات المتحدة الأمريكية رائد العالم الحر وأخرجنا تقريبا من كل الاتفاقيات المهمة التي وقعت عليها الولايات المتحدة الأمريكية وعمل يعني وضع الولايات المتحدة الأمريكية في عزلة سياسية وأيضا عزلة اقتصادية الآن من حربه التجارية يعني الغير مبررة مع الصين فرض الضرائب الجمهوركية على الحلفاء قبل غيرهم أصبح حالة السجال ما بينه وبين حلفائهم الأوروبيين إلى أن يصل الأمر إلى الرئيس الفرنسي ماكرون أن يصرح أنه يريد أن ينشئ جيش أوروبي لحماية أوروبا وعدم الاعتماد للولايات المتحدة الأمريكية لحمايتها من الصين وحمايتها من روسيا وأيضا حمايتها من الولايات المتحدة الأمريكية يعني أصبحنا الآن نتكلم في لغة غير دبلوماسية إطلاقا من أوروبا بأن هناك حالة استعداء للولايات المتحدة الأمريكية نأتي الرئيس دونالد ترامب يطالب الجميع بأن يدفعوا مقابل الحماية يدفع الأوروبيين مقابل الحماية يدفع دول العربية ودول الخليج مقابل الحماية تدفع اليابان وكوريا الجنوبية مقابل الحماية فأعتقد أن نكون أبدا في هذا الموقف من الجباية الدولية أيضا فيما فعله في ملف الشرق الأوسط من قراره الخاطئ بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس وتحدى المجتمع الدولي ولم يمشي في ركابه إلا القليل في هذا الأمر وأعتقد أن الجميع العامة للأمم المتحدة ردت على هذا القرار في إجماع بأكثر من ثلثي أعضاء الجميع العامة رفضت هذا القرار وأيضا نجد أن علاقات الدولية للولايات المتحدة الأمريكية مع الأصدقاء وفقا لكندا كندا الحليف الدائم والتاريخي لولايات المتحدة الأمريكية أصبحت العلاقة متوترة منذ يوليو الماضي بعد قمة السبعة في كندا وتصريحاته السلبية تجاه رئيس الوزراء السيد ترودو بل أنه في تصريح له غريب قال أن الكندين هم اللي حرقوا البيت الأبيض وهو طبعا لم يقرأ التاريخ من حرقوا البيت الأبيض في سنة 2000 كانت الإنجليز وليس كنديين فأعتقد أنه أخرجنا من رونق الولايات المتحدة الأمريكية كرائد للعالم الحر ولا كلمة تحترم وأيضا تحترم تعهدتها الدولية فأعتقد أنه في السياسة الخارجية صفر ويمكن أقل من الصفر أعود إليك سيد قادم في البداية كان إليك تعليق على ما ذكره أخيرا ضيفنا ماك شرقاوي حول الصفر في السياسة الخارجية ثم أطرح عليك سؤال نعم أنا أتفق مع الأخ شرقاوي على أن السياسة الخارجية لدونالد ترامب لم تكن بالسياسة المعهودة التي عهدناها من أسلافه ولكن دونالد ترامب في حملته الانتخابية هو قال أنا أريد أن أكون رئيسا لأمريكا ولا أريد أن أكون رئيسا عالميا مثل ترامب ومثل كلينتون الذين كانوا يتوددون إلى الصحافة العالمية ليكونون جزءا بما يسمى كيوت أو محبوبين هو أراد أن يركز على الإدارة الداخلية لولئات المتحدة الأمريكية ولذلك هو خرج من اتفاقيات اتفاقية المناخ واتفاقية نافتة أراد أن يعيد صيغة هذه الاتفاقيات ولكن بالسياسة الداخلية الاقتصادية وهو ما يعول عليه أنه منذ 1969 البطالة هي نزلت إلى أدنى مستوياتها وهي ثلاثة فاصل سبعة وكذلك خلق أربع ملايين وظيفة وفوق هذه الوظائف إذن ستاهم يعني القطاع الصناعي نعم إذا عودنا إلى الاستقالات والإقالات إلى أي مدى تحقيقات روبرت مولر لها دور في من يخفزون الآن من البيت الأبيض أو يخرجون منه نعم طبعا لجنة روبرت مولر وتحقيقات روبرت مولر هي تعتمد على شخصية روبرت مولر وهو شخص معروف بنزاهته وبصراحته وبهدوه حتى ترامب وحتى إدارة ترامب تحترم هذا الشخص يعني هناك طبعا بالتويترات نحن نعرف أن دون ترامب لا يضبط نفسه أو إيقاعه عندما يكتب لتويتر ولكن هناك احترام له وروبرت مولر هو شخص استخباراتي فعندما يقوم بالتحقيق التحقيق هذا دائما ننتيجته تطلع صح وتطلع مضبوطة على المستوى التحقيقات الحقيقية التي الآن دخلت إلى أبواب البيت الأبيض وكذلك الذين يعملون مع دان ترامب والمتورطون بالمسائل الأخلاقية ومسائل النزاهة الآن هم طبعا خائفين من هذه التحقيقات لأن روبرت مولر الذي وراءه هو الكونغرس الأمريكي ولذلك هو مستمد القوة من الكونغرس الأمريكي ولكن لا أعتقد ستطول أو ستنال الرئيس الأمريكي شخصيا ونعرف قانونيا أن الرئيس الموجود بالبيت الأبيض هو لا يقع تحت طائلة المحاكمات أو يعني لحد الآن أنا نسيت شيء أنه لحد الآن حتى المحكمة الاتحادية الأمريكية والفيدرالية لم تتدخل بهذا عكس ما تدخلت في مسألة بيل كلينتون ووصل بيل كلينتون يعني قابة قوسينية أو أدنى من التنحية أو من الطرد من البيت الأبيض في التسعينيات شكرا أسد قادم الوائلي المحل السياسي والاستراتيجي كنت معنا من واشنطن ومن نورث كارولينا كان معنا الكاتب والمحل السياسي مك شرقوي شكرا لكم وعزائي المشاهدين غدا حلقة جديدة ووراء الحدث إلى اللقاء